قال الرئيس العراقي برهم صالح إن تطورات الأحداث في البلد تستدعي من الجميع التزام التهديئة وضمان عدم الانزلاق نحو متاهات مجهولة وخطيرة مضيفا أن تظاهر السلم حق مفكفول دستوريا لكن تعطيل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد يأتي هذا في وقت بدأ المعتصمون من أنصار التيار الصدري الثلاثاء نصب خيامهم أمام مبنى المجلس الأعلى للقضاء استجابة لدعوة زعيمه مقتدى الصدر اشتركوا في القناة